تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقرير من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حوالين متابعة حالة التقص وسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية والتي تعرضت لها بعض المحافظات واللواء شعراوي شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية التواجد الميداني في الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن اللي بتتعرض لتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الأثار النجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع ومطالع ومنازل الكباري واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن شعراوي يوجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظات واللي بتشهد سوء أحوال التقص لحين الاستقرار في الأحوال الجوية كمان بتكثف أجهزة وزارة الداخلية من جهدهم وتواجدهم بشوارع وميادين على مستوى المحافظات وده تزامنا مع حالة التقص السيء والأمطار للقضاء على الزحام المروري بالشوارع ومساعدة المواطنين بالتعاون مع مسؤولي الأحياء بالمحافظات ترجمة نانسي قنقر